بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على شبعات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أوذر آبائهم فهن وفلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأنشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم نأنذرتهم أم لم تنظر هم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبأ الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمنفرة وأجر كريم إنا نأل نؤي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أعصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه وذنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تأذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم نمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهترون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتبعوا من دونه آلية إن يردني الرحمن بذر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دغل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صحة واهدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستازعون ألن يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لم ناجميء لدينا محدرون وآية لهم الأرض الميتة أهييناها وأورجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت سؤيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية اللوم الليل نسلوا منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والكمر قدرناه منازل حتى عاد كأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خافكم نعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى ذوعدوا إن كنتم صادقين وما ينظرون إلا صيحة واهدة تأهدهم وهم يحصمون فلا يستطيعون تغصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفي بالصور فإذا هم من الأجلات إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرلمان وصدق المرسلون إن كانت سلة صيحة واهدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في صفل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهن يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ونقد أدل منكم جبلنا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم تغعدون إرسلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نخطب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم دماء كانوا يكسبون ولو نشاء لمسأناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفنا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينه إنه إلا ذكر وكرآن مبين ينذر من كان حيا ويهدق الكون على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمنوا فهمها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفنا يشكرون واتهدوا من دور الله آلهة لعندهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم نحن جود محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نألم ما يسرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ندفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ندفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يؤي الأظام وهي رميم قل يؤيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقلون أوليس الذي هلق السماوات والأرض بطالر على أن نقمث لهم بنا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا رود شيئا أن يقول أنه كوف فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم